بسم الله الرحمن الرحيم يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناسا ويجعل من يشاء عقيمة صدق الله العظيم مشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا عيادة رمضان النهاردة هنتكلم عن موضوع أعتقد أنه مهم جدا وهو أسباب تأخر الإنجاب بنسمع كتير جدا عن الناس المتزوجين حديثا لو تأخروا شهرين بيقولوا إحنا مخلفناش ده إحنا عندنا مشكلة وناس بعد ثلاث شهور وناس بعد سنة وناس بعد سنتين إحنا مش عارفين بالظبط إمتى نقول أنه حصر تأخر إنجاب وهل تأخر الإنجاب ده سببه السيدة؟ وهي في الحقيقة بتتحمل كتير جدا من مشاكل تأخر الإنجاب والله الرجل هو في الأساس هنعرف ده بالتفصيل من ضفنا لكن دعوني في البداية أرحب بضيفي العزيز الأستاذ الدكتور محمد عاطف عبد الحفيز استشاري أمراض النساء والتوليد والعقب وجراحة المناظير أهلا بك يا دكتور محمد أهلا بحضرتك دكتور عحمد كل السلام حقيقة طيب ونت بالصحة والسلامة زي ما أنا قلت في المقدمة ربنا سبحانه وتعالى بيهب لمن يشاء إناثا يعني ربنا له القدرة على أنه يهب لناس إناث ويهب لناس تانية ذكور وممكن ما يبقاش في حمل خالص ولا في ذكور ولا في إناث في مجتمعنا برضو السيدة بتتحمل جزء كبير جدا من مشاكل تأخر الإنجاب يعني عندنا الناس دائما تقول أنه السيدة هي السبب هل فعلا ده كلام مضبوط ولا لأ؟ أعزين حيك تكلم عن دول التفسير طيب بسم الله الرحمن الرحيم برحب بمشاهدين قناة الصحة والجمال الأعزاء كل سنة وحضراتكم طيبين بص يا صدق دكتور عحمد هو تأخر الإنجاب بتعريفه الطب يعني اللي هو بقى متعرف عليه في كل الكتب الطبية إنه هو تأخر حدوث حمل حدوث حمل مش لازم ينتج عنه في الآخر جنين هو حدوث حمل سواء حصل إجهاض أو سواء الحمل اكتمل هو في الآخر اسمه حدوث حمل في مدة لا تقل عن عام طيب التعريف ده الحقيقة يعني عام يعني قبل لسنة نفعش نقول أنه حصل تأخر بس التعريف ده الحقيقة يعني بحبوح شويتين واخد راحته قوي يعني في المجتمع بتاعنا دلوقتي ما بقاش فيك كلام ده قوي بقى صعب قوي الموضوع ده زي ما حارك قلت في المقدمة كده شهرين وما حملتيش ليه عندك مشكلة أكيد لازم تروحي بقى تدوري بقى ونتحل ماندن بقى لا ودايمن مع السيدة لا ودايمن مع السيدة ما هو أنا بك واخد برحة راحتك أنا بكلم بسيطة الأنسة شهرين وما حملتيش ليه ما حملتيش أيو يعني دايمن السيدة في مجتمعاتنا اللي شايلة هي اللي شايلة القصة كلها وللأسف ده بيأخر جزء كبير من تشخيص عدم حدوث إنجاب نوع منه من الحياء نوع منه من الاعتقادات السائدة أنه هو أنت بس لازم تروح تكشيف الأول وتطميني على نفسك وتشوف الدنيا أخبارها إيه مع أنه علميا وطبيا إحنا تأخر الحمل مسؤول عنه الطرفين الطرفين الرجل والأنس لازم بنفس النسبة ولا بأكيد بنفس النسبة يا أستاذ العزيز ده خمسين في المية وده خمسين في المية بس إحنا هنا في مجتمعنا اللي بنقول للمجتمع الشرقي يعني لو المجتمع اللي لازال حتى الآن المعتقدات للأسف راصخة جواه مش عايزة تتغير إن إحنا بنوجه الأول للسيدة للأنس طيب بلاش كصة سنة دي عشان سنة دي كلام دوكيومنتد مكتوب في كتب خلينا نقول الأول ست شهور بصفة منتظمة في العلاقة ودي نقطة مهمة جدا يعني انتظام العلاقة الدورية كل شهر مش واحدة جوزها مسافر بيجي مرة أو مرتين في السنة يبقى احنا كده عندنا تأخر في الإنجاب والحمل لا كده ما عندناش كده احنا ما عندناش أصلا علاقة زوجية منتظمة فلو افترضنا أن الشرط ده موجود نبدأ نقول من ست شهور نبدأ نقول من ست شهور كده احنا بدأنا نقول أن فيه نبدأ ندور طيب نبدأ ندور يعني ايه نبدأ ندور يعني السيدة الأول تعرف ايه هي المقومات اللي ربنا ادهالها عشان تحمل بالضبط والراجل ايه هي المسئوليات اللي عليها عشان يحدث إنجاب بالضبط بالنسبة للرجل هو تحليل سائل منوي احنا لما بدأ نبدأ يا دكتور محمد بنبدأ بتحليل الرجل ولا تحليل الزوجة لا احنا نتكلم في مجتمعنا في الروتين اللي بنعمله في شغلنا في عيادتنا أنا وغيري من كل السادة الأفضل الزميل الدكاترة لا احنا نبدأ بالأول بالسيدة بالسيدة طيب نبدأ الأول بالسيدة نبدأ نبحث عن المقومات اللي ربنا مديها للسيدة دي عشان يحدث إنجاب طيب هو عشان يحدث إنجاب فيه سيستم كده ماشي به الجسم بتاع السادة طبيعي روتيني لازم يمشي ماشي بالنظام معين لازم يمشي مزبوط طيب لما يحدث خلل في النقطة من ضمن النقطة اللي ماشي بها النظام ده هيبدأ يحدث تأخر للإنجاب طيب أول حاجة الجزء الأولاني من الحمل هو أنه لازم يكون فيه مبيض يقوم بكفاقته الطبيعية الوظيفية الشهرية كل شهر تمام بمعنى أدق الدورة الشهرية لازم تنزل شهريا بقى منتظمة في معادها بالزبط تمام تمام بلاش بالزبط كلمة بالزبط دي بتضيق الدنيا وبتفتح عن إنا إحنا إيه واش تمام طيب يعني إيه منتظمة يعني 21 يوم من أول يوم ل35 يوم من أول يوم تمام ونقطة من أول يوم دي حط تحتها 200 خط من 21 من أول يوم من أول يوم من 25 من أول يوم فرضا تمام 1-5 شهر ده نزلت 21-5 دي دورة كويسة دورة كويسة كويسة ولا منتظمة 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 تمام مش جات لي مرتين يا دكتور في الشهر دي كده فيه مشكلة تمام لا هو ما فيش مشكلة إنها تيجي مرتين في الشهر ما هي حضرتك بتيجي من 21 إلى 35 يوم فوارد إنها تيجي مرتين في نفس الشهر ده طبيعي مش زي الناس ما هي يعني فاكرة كل واحد وعشرين يوم لو هي جت أكتر من كده مرتين يبقى عندها مشكلة بالزبط تمام يا حبي نؤكد أنها لو جت أكتر من مرتين يعني جت مرتين في الشهر مفيش أي مشكلة الفرق بينهم واحد وعشرين يوم من أول يوم نزول مش من آخر يوم عشان السيد ممكن يحسبه أصلاً خلصت علي يوم كذا فالمفروض تجي لي يوم كذا الشهر الجاي بعدها بواحد وعشرين يوم لا يا حبي نحسب من أول يوم نزلت فيه مش الزبط كده كده دي مش متأخر طيب ده شرط أولي يبقى احنا الأول نتكلم عن المبيض المبيض لازم يكون منتظم في إفرازاته الهرمونية احنا كده بدئين مع السيدة مع السيدة طيب نحن نوجه الأول للسيدة تمام المبيض لازم يكون منتظم في إفرازاته الهرمونية الشهرية اللي بيطلحها كل شهر تمام المبيض ده بيخرج منه تلات هرمونات هرمون الأولين ياسمه FSH الهرمون الثاني اسمه LH والهرمون الثاني اسمه E2 كويس كده؟ كويس الأولاني FSH ده بيبدأ الستارت بياخد منه الدراع الديركسيون بعد كده ويسوق مكانه LH في الفترة دي بيبدأ يعلم هرمون اسمه E2 اللي هو مسؤول عن أن البوايدة كفائتها بدأت تخرج بكفاقة كويسة مش التبويض نفسه البوايد هو التبويضة هي التبويض هي التبويض نيجي بقى للنقطة اللي هي اللي حالك قلت الوقتي أصرتها أنت هاي تقول كفائة البوايدة ولا التبويض نفسه؟ ما هو نفسه ما هي دي نفس النقطة طيب بداية من LH ده يبدأ يظهر بوايدات جوه المبيض سليمة يعني إيه سليمة؟ يعني كتر البوايدة بالسنار في أيام التبويض طيب أيام التبويض نبدأ نحسبها إزاي الأول دي مهمة جدا مهمة جدا طيب اليوم الأولاني نعد عليه عشرة أيام دي لو الدورة منتظمة بتيجي من 25 ل 30 يوم في الشهر لو 21 هنبدأ نحسب أهل من كده شوية يوم أو يومين ممكن من يوم الثامن أو التاسع ونحط من أول اليوم العاشر دي أيام متابعة التبويض ندي فرصة قد إيه من أربعة لخمسة أيام دي فترة نمو البوايدة فترة نمو البوايدة نقطة دي مهمة تمام ليه النقطة دي مهمة؟ اه السيتات في الوقت ده بيبقوا مقتنعين تماماً لإقتنعاً إن هو ده الوقت الوحيد اللي لازم يحصل فيه علاقة زوجية بالضبط لأن هو ده الوقت الوحيد اللي هيحصل فيه الإنجاب بالعكس تماماً اه تماماً تماماً وده برضو ما يؤكدش إن فيش عدب إنجام لا فيه طريقة غلط أو فيه حساب غلط للفترة الطبيب أيوة إحنا عزبينه غلط فلازم نرجع للطبيب طيب لما تبدأ البوايدة تتكون البوايدة دي عبارة عن شكل في السنار ببان جوه المبيض عبارة عن أكياس سودا طيب الأكياس السودا دي حيبن أخدها بنقسها نشوف كترها قد إيه تمام كويس نقطة كترها قد إيه دي بقى هي العامل الفيصلي تمام كترها أقل من 18 ل20 ميلي يعني 2 سنطي في زروة أيام الطبيب الطبيب بيبتدي قولنا اليوم العاشر مثلا أنا أخذ اتصالة دكتور مكمل مدام آية تفضلي مدام آية تفضلي يا فندم مدام آية ألو آية فندم معيك تفضلي أيوة بقول لحضورتك أنا كنت بتابع مع الدكتور أنا متجوز بقى إيه سنة ونصف تمام تمام فكنت بتابع مع الدكتور وكده وعملت قشنها على السابغة شهر السابغة باللي على الأنابيب تمام وفكنت بتابع مع الدكتور وكده اكتشافت لأنه عندي تفره جينية وجسم من النوع اللي بيجمع تجلطه تمام تمام انت حقيقي يا مدام آية كم سنة الأول انت حقيقي كم سنة حقيقي كم سنة يا مدام آية عندي 23 سنة حقيقي متزوجة لك قد إيه سنة ونصف سنة ونصف طفره جينية طفره جينية يعني الدكتور قالك إيه لا قال لي عندك طفره جينية وعيدة جمشة على علاج اسمه كوبال علاج اسمه إيه تمام تمام يا مدام ماشي ماشي تمام تمام وقال لي عندك جسم من النوع اللي بيجمع تجلطه طب معلش مدام آية بس سؤال قبل ما نكمل بقية السرد بتاع القصة هو حضرتك أصلا حملتي قبل كده أو سقطي لا ما حصل ليش قبل كده خلص تمام وتحليل الزوج لا كويس جدا سليم يعني الأشعب السابغة عاملها بقى ليك قديه من حوالي 3 شهور بالزبط طيب تمام والطبويد كان بيوصل أقصى حد ليه كام يعني نعم الطبويد بتاعك كان بيوصل أقصى حد مقاساته كان بتوصل كام طبويد كان أخباره إيه في المتابعة؟ الشهر اللي فات كان 18 بالمنشط ولا من غير؟ الشهر اللي فات 18 وكل مرة توصل للواحد وعشرين تمام بالمنشط ولا من غير منشط؟ بالمنشط والبرد بتاعتي بيجيب المنشط آه تمام يعني من قبل المنشط كانت الدنيا من لغبطة آه الدنيا من لغبطة وثمانة بنت دورة كبيرين حوالي 6 يام بس تمام 6 مرات بس في الشهر طيب تمام ماشا مدام آية 6 مرات يعني كل شهورين مرات ماشا مدام آية هنرد على حضرتك حضرتك شكرا شكرا يا مدام آية هنرد على حياتك تابعينا تابع دكتور نرد على مدام ما احنا بنرد أصلا دلوقتي يعني بتقول إن عندها تفراجينية وعندها ده ما فيه تقلطات ده كويس ده ما لهش علاقة أصلا بالموضوع بتاع تأخر الحمل التفراجينية اللي هي الميسايل فوليت اللي هي علاقة بالنسبة حمضة الفوليك في الدم تمام ودي حاجة بيحصل منها نوع من أنواع الإجهاض في أول ثلاث شهور طيب يعني لازم يحصل الحمل عشان يحصل عشان كده أنا سألت السؤال التغلطات الدموية اللي هي لوباس أنتيكواجلانت اللي هي أنتيفوسفليبدا أنتيبوديسندروم اللي هي المتلازمة بتاعة كثرة التغلط في الدم أثناء الحمل أثناء أثناء الحمل برضو ما لاش علاقة بالتأخر الإنجاب بتعمل إيه؟ بتعمل الإجهاض متكرر يعني لازم يحصل الحمل بول يبقى اللي اتنين برق قصة أصلا دلوقتي تمام من الأساس آه تمام طيب وبالمناسبة بس قبل ما نجاوب على السؤال والصح أن السيدة المقبلة على الحمل تاخد فولك أسد قبل الحمل يعني قبل الحمل ثلاث شهور ثلاث شهور آه بس ده روتين ويستمر معاها مش كده؟ طبعا أكيد أول ثلاث شهور يعني فولك أسد ده مهم جدا يعني هو روتين هو روتين طبعا أنه بيحسن كفاءة الإنجاب في فترة الإنجاب في حدوث الحمل مع تلقيح البوايدة وتكوين الجينات الوراثية جوه البوايدة بيحسن الإنتاج كويس بالجزء الخاص بالجزء العصبي في تكوين الجنين آه طبعا يعني هي دي مهمته الحمد الفوليج دي مهمته يعني هو مهم آه طبعا عشان كما الناس ما بقيتش تاخد يعني لا أكلها الأكل كله بقى جانب فود بالأسف آه فهو إحنا ما نقول إحنا بالرد ده الوقت على السؤال يعني إحنا الوقت شغالين في السؤال طيب معلش هناخد كلمان أمات الله من إينا أمات الله تفضلي يا فندم تفضلي أمات الله عليكم سلام ممكن تعالي صوتك شوية يا فندم تفضلي يا فندم سؤالك تفضلي اسمه إيه تمام حضرتك في الأسرة ما هي عطوة هل ده شيء غير بعد ما خلصنا دي شب ده هو الحرف الشباب ده يا فندم عالي الصوت شوية بس ماشي ماشي تمام أنا اسمعت حضرتك بس هو حضرتك الأول بتستخدميه بقى لك قد إيه ده أنا الشهر الثالث الشهر الثالث 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 طيب هو حضرتك أصلا كده كده المفروض كمان يعني كمان شهره هتوقفيه بص يا مدام النات لوك ليه أثار جانبية يعني مش بس الدورة هو ليه أثار جانبية كمان بتأثر كمان على الكبد والجهاز الهضمي فالنات لوك من الحاجات اللي بتعلي الصفرة جامعة في الدم حتى هتلاقي لون الجلد نفسه بدأ يغير فالأفضل إن احنا ما نكملش فيه فترة كبيرة ومش ده العلاج الكويس لإن إحنا عندنا مشاكل في الشعر أو زيادة شعر أو لغبطة في الهرمونات بتاعت الزكورة بتاعت الجلد يعني طب أنا عزيزة رفعني أثر على حمل والولاد والرضاعة آه طبعا يا مدام لأثر الحمل والرضاعة آه طبعا يعني أيوة الحمل نفسك حدوس حمل يعني آه طبعا لأ بص حضرتك هو أنت المفروض زي ما قلت لحضرتك كده هو الجرعة الأقصى جرعة ثلاث شهور وفي خلال الثلاث شهور ده ضروري تحليلي وظايف كيب ده عشان نشوف الدنيا أخبارها إيه وبعد الثلاث شهور توقفي عفوا شكرا عفوا شكرا شكرا لإتصالك شكرا طب نرجع تاني لمدام أيها فن حيث قلت أن التفرجينية ملاش علاقة بتأخر الإجاب دي حاجة لها علاقة بالحمل نفسه ولا الغرصات الدموية ولا علاقة بالكلام ده نقول ده علاقة بالإجهاد نفسه طبعا البوايدة زي ما قلنا أنه إحنا في زروة أيام التبويد اللي هما الخمس سيئين بتوع التبويد لازم توصل من 18 إلى 20 زي ما دام أيها ما قالت مثلا أنها بتاخد منشطات وبتوصلها من 18 إلى 20 خبال حضرتك أنا أصاريت في السؤال هو ده بالمنشط ولا من غير تمام يعني إيه بالمنشط ولا من غير بالمنشط معناها أن إحنا أصلا المبيض لكفاءة ما بينتكش بوايدات سليمة تمام فإحنا بنساعده عن طريق البرشام والحقن المنشطة فمدام أيها بتوصل للـ 18 إلى 20 ملي في أيام التبويد يعني بوايدة كفة كويسة مكتملة النمو بالمنشط يعني من غير المنشطة عندها كسر على المبيض تمام تمام يبقى دي حالة تأخر حمل أولي إحنا لازم كنا نقسم الأول بس دي فاتنا دي إن في حالة تأخر حمل أولي وتأخر حمل ثانوي تمام فيبقى حالة تأخر حمل أولي سببها الأساسي المبيض طيب إحنا بنساعد المبيض فعليا وبندي له المنشط اللي بيخليه زي وزي أي بوايدة طبيعية وزي وزي أي ست طبيعية يعني مدام أيا بالمنشط بتبقى زي وزي أي واحدة بتحمل عادي تمام لأن تبويدها بيرجع طبيعي طيب كفاءة البوايدة كويسة ولا لقى بعد المنشط دي دي لازم تتابع من الدكتور نفسه البوايدة بتخرج ولا لقى من المبيض بعد ما اكتملت نموها وبتخرج سليمة وكويسة بتنفجر صح بعد حدوث الطبويد السليم ولا لقى دي مهمة تمام طيب خرجت برضو متابعة الطبويد متابعة الطبويد بالصنار بالصنار لازم بعد ما ندي حوانة التفجير لازم نجيب العيانة بعدها بيوم أو اتنين المفروض في خلال 36 ساعة البوايدة بتخرج فإحنا نفروض بعد يومين نجيب العيانة تاني ونبص عليها ما نكسلش لأن النقطة دي بيجهلها كتير من الدكتورة وبيخفلوها أو ما بيركزوش فيها دي مهمة جدا انت شعرفك أن انت عملت وخرج ولا ما خرجش لازم تشوفه بعينك أنه مش موجود لازم تطمن بالصنار لازم تطمن بالصنار انها خرجت انها مش موجودة في المبيض خلاص خرجت الكيس بتاعها فرقع وخرج البيض اللي جوها البوايدة طيب بعد حدوث ده لازم الأنبوبة بقى اللي هي هتاخد البوايدة دي وتوصلها للسائل المنوي في الجزء بتاع الأنبوبة التلت الأولين من الأنبوبة الأنبوبة دي لازم تبقى سلك طيب يعني إيه سلكة؟ يعني السائل اللي جواها ماشي طبيعي الأهداف اللي ربنا خليها اللي بتمسك في البوايدة دي وتفضل تجرجر فيها وتزقها يغاية لما الحالوان المنوي يلقحها وبعد كده تجرجر فيها وتزقها وتخرجها للرحم لازم الحاجات دي تبقى سليمة يعني ممكن يبقى عندي البوايدة كفائتها 100% وعندي الأنبوبة فيها مشكلة برضو يحصل تأخذ في الإيجاب أساسي مش هيحصل أصلا انتقاء بين السائل المنوي ولا البوايدة طيب وده علاجه لشعب السابغة اللي المدام آية برضو عملتها طيب لشعب السابغة قالت إن أنا بيب سلكة وسليمة طيب بناخد تصبح عليه يا دكتور ماشي ماشي واضح إن الحلقة أهم الناس جدا الحمد لله أستاذ إبراهيم تفضل يا فن أنا معاك تفضل تفضل يا أستاذ إبراهيم تفضل حيك معانا على الهواء تفضل تفضل ياتي بكتور الله يسر حددك يا دكتور أنا يعني كنت متجوز بقالي فترة يعني وما حصلش حامل مع الزوجة الأولي يعني وعملت التحليل يقولي من الفتاكوين تبعنا يعني يعني بعد كده اتجوزت التاني برضو ما حصلش نظيم في الأولي يعني ما عملت حامل يعني أه تمام طب في السنة دي حضرتك رحت للعمللي عملت أي اي حصارت للزوجة أولا لا محصلش حامل يعني بس يعني قلت أعمل التحليل تمام يعني فيش حاجة يعني قلت لي التحليل كويس طيب بالنسبة للزوجة بقى ووحداتك خلاص تحليل لكل وقت سليم وكويس بالنسبة للزوجة الأولينية والتانية نعم الزوجة كانت كنا متابعين مع دكتورة عندنا هنا في الضواج وكان نكسف بتاعك كان يقول لي تمام ما فيش حاجة النحو عملت أشعب السبغة ولا لسه؟ لا ما عملناش تاني لا حضرون لازم تعمل أشعب السبغة منوش دعوة بالسن لا والله لازم تعمل أشعب السبغة حضرك لو متابع الحلقة معانا وتابعها تاني وإن شاء الله برضو تتفرج عليها على اليوتيوب تركز في الكلام أن الأنبوبة لازم تبقى سلكة ونضيفة من جوة عشان التلقيح يحصل بتاع السأل المنوي نبني نعش يا فنن جزاك الضغط شكرا يا أستاذ بريد شكرا يا فنن شكرا شكرا لاتصالك نرجع بردو خدنا بقى البوايضة بقى واتحصل فيها تلقيح وقلنا أن السبغة طلعت سليمة فالأنبوبة ماشية كويس طيب البوايضة دي بعد كده هتروح فين البوايضة دي بعد كده هتخش جوه الرحم في حاجة اسمها فترة بقى إيه فترة انغماس البوايضة بعد ما بقت خلاص متلقحة بقى جوها سأل المنوي بقى جوها خلاص حمل انغماس البوايضة ده بيحصل في فترة التمن تسعة أيام الأخارة اللي قبل الدورة تبدأ تنغمس في جوه بطانة الرحم طيب الجزء ده لازم له هرمون كده معين ربنا خلقه لازم يبقى كويس قوي ونشط قوي عشان يعرف يستقبل البوايضة دي ويعني زي ما نقول كده يرشأها جوه البوايضة جامد ويسبتها تمام غير كده بالمعنى يعني بالوصف البلدي هتزحلق وتقع مش هيحصل حمل مش هيحصل حمل برضو لو أنها بوايضة كويس بس ما حصلش انغماس لها في البطانة الرحم تمام وده الجزء اللي اسمه ليوتيا الفيس دفكت اللي هو الجزء اللي ليه علاقة ببطانة الرحم الغير سميكة تمام ده غير بطانة الرحم المهاجرة لا غير بطانة الرحم المهاجرة آه تمام حاجة تانية بطانة الرحم المهاجرة دي بره إنما حنتكلم جوه الرحم بطانة الرحم السميكة تمام وده برضو من الحاجات المهمة جدا في فترة متابعة التبويد إن الدكتور يبص عليها بعينه تمام ما يكسلش إحنا كده بنروس على ثلاث حاجات يعني دي رسالة بتبعزها لشباب الأطباء أو حتى الأطباء اللي مش بياخدوا بالهم الحكاية دي يعني مش متابعة تبويض بيكسل بيكسل إنه يعمل كده أو ما بيهتمش أو بيعتبر إن ده جزء سنوي لا مش سنوي يعني عندنا ثلاث مراحل زي ما حياتك قلت بس عشان الناس ما توش مننا أعم حاجة البويضة لازم نتابعها إنها تطلع بكافئتها كويس جدا لازم الممار اللي هي بتمشي فيه بس ده مش بالصنار ده بالأشعب السبع لازم الأنبوبة تبقى تمام 100% كمان بيطانة الرحم لازم تبقى سميكة بالقدر الكافي علشان البويضة تلزأ أو ترشأ بالمعنى البلدي في بيطانة الرحم فيحصل حمل تمام وده مسؤول عنه هرمون اسم البروجيستيرون طب معلش يا دكتور أنا أخذ مدام سمية مدام سمية تفضلي يا فاندن نعم سمية عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي حدقتك الدكتور أنا متجاوزة بقى لي ست سنين تمام ومعايا ولا وبند تمام بس مجاني خراص على المضيض اليمين وشلت الأنبوبة اليمين تمام وبعد كده بقيت أجرع الخلفة وكده ومحصلش حمل تمام فامتبع مع الدكتورة وكده وقالوا لي وعملتني شعب السبغة تمام وعملتها ولقيت الأنبوبة الشمال سليمة تمام سن حضراتك كم بقى سن حديك كم سنة يا معايا سمية تمام والد طبيعي ولا قيصري الأولى طبيعي والثانية بسر والثانية بقى لها الدين زي ثلاث سنين كم طيب وحملت بعد قدم جوازك حملت أيها مرة الثانية عادي لا 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 أول مرة خالص أول حمل حصل بعد قدم الجواز بعد سنة بعد سنة سبب تأخر الحمل أول سنة دي كانت سببه إيه؟ أنت ولا جوزك؟ أنا كنا معي السهابات جامدة هي اللي كانت محطة تقولي الدكتورة اللي هي التهابات دي اللي كانت مؤخرها الحمل طيب تمام وكان طبويدك بقى فترة اللي هي بتاعت السنة الأولانية دي كان سليم ولا كنت بتاخدي مناشط هي قلت لي فيه وقت كده أيوة يعني كنت ماشي على مناشطات فترة الطبويد دي ولا كنت لوحدك كده من غير مناشطات لا لا لوحدي حملت الوحد وتحليل الجوزك كويس وسليم أيوة طيب بس بعد ما الخراج ده جاني ما شلتش بقى بس عملت إشاء على النقية الشمال لأيتها سليمة تمام كويس هي الأنبوبة نفسها سلكة فيه التساقات بقى حوالين الأنبوبة؟ لا طيب تمام حاضر هفهم حضرتك تعمل إيه؟ شكرا لإتصالك شكرا شكرا يا مادام سوميا برضو دي رجع تاني احنا لسا في موضوع مادامة هو احنا هجري من كده لتنها هديهم نفس الحل وكده مادام سوميا ده الحمل يتأخر حمل السنوي اللي يتخلف وبعد كده يحصل على النقية تمام خلينا بقى في الجزء الأول احنا كده وصلنا لغاية ما البوايضة مسكت في البطانة تمام كده الهرمون المسؤول هنا اسمه سيرامبروجستيرون تمام الهرمون ده بنحلله اليوم الواحد وعشرين من الدورة كويس كده تمام فده برضو من ضمن السيستم من ضمن النظام اللي المفروض لا نجهله كأطباء ايبا زي ما قلت حضرتك نشوف الأول البوايضة كفائتها كويسة ولا لا بعد التفجير أو سواء هندي حواء أو هيها تخرج لوحدها لو هي خلقة ربنا الطبيعية تمام خرجت ولا لا هنعمل أشعب السبغة بس دي هنأجلها شوية لان دي بالنسبة للستات موضوع مقلم شوية ومقلق وبيخافوا منه فبيبقى اختيار متأخر شوية تمام هنتأكد ان بطانة الرحم في فترة الطبويت بدأت تبقى سميكة وبنقسها بالصنار انها بدأت تبقى سميكة وليها سمك كويس ونحلل السيرامبروجستيرون اليوم الواحد وعشرين تمام كده احنا استخلصنا كل المشاكل اللي لها علاقة بالأم كمنظومة جو الرحم او برا الرحم ماشي طبيعية او فيها خلل في اي نقطة من النقطة دي تمام طيب ايه اللي ممكن يعطل غير كده بقى معايدا عن الزوج احنا طبعا الزوج الزوج خلاص قلنا سائل منوي لازم يحلل عشان نعرف اذا كانت كويسة ولا مش كويسة وده المفهود نعمله في الاول ولا بعد متأكد ان الزوجة بقيت كويسة بعد متأكد ان بطانة الرحم كويسة والطبويت سليم لا منشينا نجيب سليم المتابعة التبويت وبطانة الرحم سليمة ودبالك انا بكلمك عن البروتوكول اللي ماشي به الشعب المصري او الشرق وبعد كده الزوج يحلل بعد كده الزوج يحلل لان الست بتخاف او من قصة الأشعاب السبغة تمام ولما يطلع تحديله سليم نبدأ نعرضها بقى لإيه خلاص إشعة وسبغة وخشي وحقيني وعملي والكلام ده تمام طيب لو استخلصنا كل النقط دي السبل دي نبدأ نفكر بقى بإيه بالحاجات اللي هي بقى السنوية البعيدة اللي هي مثلا أنه عندنا جوه الرحم في حاجة مش طبيعية تمام يعني إيه في حاجة مش طبيعية يعني جوه الرحم نفسه في حاجة ربنا خلقها مش في مكانها الطبيعي ولنفترض مثلا ورم سواء حاج مكبير أو صغير زي الأورام اللي فيه هو ورم لي فيه بس المهم يكون مكانه مؤثر على الإنجاب طيب إيه الورم اللي ممكن مكانه يكون مؤثر على الإنجاب الورم اللي جنب عنق الرحم تمام اللي طالع جوه عنق الرحم ده اللي ممكن يؤثر أو يأخر شوية الإنجاب يأخر على طول على طول ليه من على الإنجاب ليه لأنه ده عامل زي الحطة السد عنق الرحم ده أو ربنا خلق الرحم ده عامل زي الكومترايا كده الجزء اللي فوق ده الجزء اللي بيحصل فيه الإنجاب وبيحصل فيه تضخم عشان الرحم يكبر والبيبي يكبر وياخد فيه مساحته تمام والجزء اللي فوق ده هو اللي فيه الأنابيب يمين وشمال فحتى لو فيه ورن فوق مش معقولة هيبقى سادد اليمين والشمال هنفترض أنه سادد اليمين هيبقى الشمال سلك الأنبوبة الشمال المسدودة هيبقى اليمين سلك يعني فيه أمبوبة شغالة فيه أوبشن آه فيه اختيار إنما هو لو تحت بقى في الجزء التحت بتاعي الكومتر زي ما قلنا كده هيبقى سادد آه كومتر المقلوب هيبقى سادد بقى آه تمام طب هو سادد بقى الجزء ده يبقى ما فيه سأل ما نوها يخش بالضبط حاجز رحمي في حاجة اسمها حاجز رحمي حاجز رحمي ده يعني حاجز رحمي ساد تمام جزء من بطنط الرحم يعني بعد عنق الرحم بعد عنق الرحم جزء من بطنط الرحم بدأ ينموز يادعاً اللزوم لدرجة أنه بدأ يكون جلد أو حاجز جوه الرحم طيب ده هنكتشفه إزاي قبل ما نبدأ نتطور ونحمل حاجز ماها منزر رحمي والكلام ده كله بسيطة جداً 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 إحنا أقولنا إيه الخطوات متابعة تبويض سائل منوي أشعب السابغة بالضبط طيب أشعب السابغة هنعملها إزاي وفي حاجز رحمي أشعب السابغة هنعملها إزاي وفي ورم قافل عنق الرحم عندي حاجات واضحة يعني مش عارف أصلاً أدخل السابغة السابغة دي حضرتك عبارة عن مادة سائل ليه لون بنحقنه جوه الرحم وبنصور بإشعة الإكس ري الرحم الإشعة للدكاترة آه بالضبط تمام كده طيب أنا أصلاً في حاجز يبقى أنا مهما السائل ده هيخش يخبط ويرود دلي تاني بالضبط كده يبقى أتساً أنا بيبقى تطلع إيه مش باينة مش واضحة يعني الخطوة بتاعة الأشعب السابغة دي استبعدة في المرحلة دي بالضبط كده هتبقى ساعتها الأشعب السابغة خلاص بعدت لنا قصة أن في حاجز رحمي أو في مشكلة جوه الرحم بالأورام طيب ناخد اتصال يا دكتور معلش معيني الحديث ممتعة جداً عبيب عنيسة رحمة فضالي أهل يا دكتور فضالي معايك فضالي يا دكتور أنا عددت عندي مشكلة كان عندي التهابات في الرحم وعنده هرش شديد تحت تمام ناشي فأنا قفت كشفت واخدت أدوية وبعدت كده الهرش باب رجالي تاني تمام طيب حضرتك ده الوقت أنا عايز أعرف هي هو إيه دي سابغل التهابات في الرحم أنيسة أنت سنة كم سنة يا رحمة سنة كم سنة 19 سنة تمام طيب بتاخدي الأدوية دي لك يأدي إيه طيب يا رحمة لمحتجت أسبوع فأحتي كابسولة كابسولة دي كانت مرة مرة كله مرة في الأسبوع مرة واحدة طيب لا هو بص يا أنيسة رحمة هو طبعاً حضرتك لازم لازم تاخدي كرس علاج مكسف مش بس الكابسولة العلبة اللي فيها كابسولة واحدة ما أنا أخدت علاج خطب صحيح كان فيه كابسولة بخدها مرة في الأسبوع مع العلاج كله أي العلاج كله اللي هو إيه بقى قدتني أدوية براشيم كده وحاجات خطاها عند الدكتور طيب لا فيه لبوس شارج ينوع لبوس شارج كده خطيه لا طيب تمام بص حضرتك الأول بص شارج ولا لبوس من البداية لا لأ دي أنيسة شارج بص حضرتك الأول فيه حاجتين مهمين لازم تبع عرفاهم الالتهابات جزء منها كبير جداً ليه علاقة بالمكونات اللبس اللي بنلبسه اللي هي الهغيرات الداخلية تمام فإجباري مش اختياري إن اللبس بتاعنا لازم يبقى تكوينه من القطن يبعد عنه مادة البوليستر تماماً الحاجة التانية السكريات السكريات من أكتر الحاجات اللي بتسبب حدوث الالتهابات مزمنة الالتهابات شديدة يا دكتور لما كشفت عن دكتور أليس الالتهابات شيئاً طيب تمام ما أنا بقولك أهو التعليمات اللي مفروض تمشي عليها الحاجة التالتة إن إحنا ما نستخدمش أي نوع من أنواع العطور في الجزء اللي ليه علاقة بالمهبل الحاجة الرابعة ما نستخدمش مياه سخنة خالص المياه السخنة خطر المياه السخنة المياه السخنة أه أكبر غلط السكريات الدكتور قدتني غسول وقالت لم مياه سخنة لا ما أنا بقوله هو ما أنا بوضح لك هو يا أنيسة يا رحمة اللي هنستخدمه إيه؟ ما نستخدمش مياه سخنة خالص لأن المياه السخنة من ضمن أهم العوامل اللي بتعيد تاني الالتهابات يبقى نستخدم مياه فترة أي أن كان الغسول اللي حضرتك هتستخدميه لازم يضاف إليه معلقة كربوناتو أي أن كان الغسول كربوناتو؟ آه كربوناتو بتاعت الأكل كويس كده؟ طيب الحاجة بقى اللي أهم من كل دول بقى إن إحنا لازم نحلل بصفة دورية صايم وفاطر سكر تمام مهم جدا يطلبت مني تحميل أملاح لا بصي الأول السكر السكر أهم وبعدين حدوث الأملاح أو الصديد في البول ده الحاجة اللي كنا لسه هنقول عليها الوقتي بس يشترط أن الحرقان أو الأكلان أو الوجع اللي بيحصل لك يكون بس معا نزول الحمام البول إنما لو الحرقان مستمر طول اليوم تمام يبقى خلاص يبقى ده خارج نطاق الالتهابات اللي هي علاقة بالمسانة احنا بنربط المسانة هو ترطي ما ترطي التهابات دلوقتي غالش جيد جامل يا دكتور تمام اعملي اللي أنا بقولك علي الأول مياه دافية عليها معلقة كربوناتو وحطي عليها أي غسول في الصيدلية تختاريه مش فارق كله شبه بعض كويس ونقعد فيه على الأقل لتلت ساعة صبح وبالليل وفيه البوس هتشتريه من الصيدلية حضرتك العلبة بتاعته لونها موف كده ده البوس الشرقي بيتخذ لمدة خمسة ايام سلام لا مالهاش علاقة سلام شكرا شكرا لاتصالك شكرا نرجع تاني يا دكتور حيج بقول له عندنا الحاجز الرحمي مش هنينفع من سرغب احنا قلنا بقى ايه دي الأسباب اللي الوصل لها العلم طيب إيه لها سباب بقى اللي موصلهاش العلم حاجة اسمها عقم غير معلوم السبب غير مبرر وده نسبته كبيرة مش صغيرة يعني كل حاجة تبقى تمام الزوج تمام والزوجة تمام وبالزبط كده يعني لا ده ينفع لده ولا ده ينفع لده تمام كده سبحان الله ولو ده سبب ده هيروح لحد تاني هتحمل تمام ولو ده سبب ده هتروح لواحد تاني هتحمل منه تمام كويس كده طيب ايه بقى لأكم غير معلوم السبب؟ هنفعزين نادو على الناس اللي هم يعملوا كده لا 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 أنا بقول ده ده من ضمن الحاجات العلمية ممكن الناس تاخد ده سبب لا والتوكي على الله على طول تمام ده من ضمن الأسباب لما تأيام لما احنا نكون استخلصنا كل الأسباب اللي أنا قلتها في الحلقة ان دي برة الحسابات بتاعتنا لا احنا اللي اتنين زي الفل بس ما فيش توافق أنا عايزة قبل حقيقة ما تتكلم في الموضوع ده أنا حاجة بويمة جدا يمكن بسمعها وبشوفها كثير يعني الناس اللي بتاكل حاجات جونكي فود يعني زي مثلا المكارونا السريعة مش عايزين نسكر اسمها عشان الشركات ما تزعلش بالن المياه الغازية بكل أنواعها الشبسيهات بكل أنواعها هل ده له تأثير بفعلا مباشر على تأخر إيجابة عند السيدة؟ لا والرجل؟ لا أمي اللي بنسمع الكلام ده كثير ما هو الكلام ما هي دي اللي أنا قلت في أول الحلقة حضرتك ان احنا عايزين المعتقدات الراصخة جوا دماغنا تبدأ تتغير تمام وده الحقيقة موجود في ناس كتير محترمة على الفيسبوك بتعمل حلقات كتير وبتعمل تنوهات كتير عن الحاجات دي بتبين عن استأذنك يا دكتور بس الصعيد مركز معنا يا فندم أمو إيه؟ أمو مصطفى من إينا؟ مصطفى من إينا؟ تفضلي تفضلي يا أمو مصطفى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا فندم الدكتور معاك تفضلي نعم طيب ماشي حاضر هترد عليك سيب حقيقي رقم في كنترول وهنا تواصل معاك بعد الحلقة ان شاء الله السؤال الأول أني عندها معايا إثنى سبيلت رقوشة سنة دو جيبها طبيعي بعد كده وقت الحامل فجوزي عمل تحليل بلع الحيوان المبنع بتاعه زيون فأطرر أن أعمل حقني مجهل فمن وقت ما جبت الوضع لإبنك حقني مجهري أربع سنين دلوقتي ما حملتش تاني طبيعي في يعني مش هحمل تاني طبيعي لما أعمل حقني مجهري تاني والسؤال الثاني أني أنا عحدي هارش في المهبل لغاية ما بنزل دمتي إيدي كمين طب فيه أي أسئلة تانية أنت حقيقي عندك كم سنة يا أمو مصطفى أنا عندي خمسة وتلاتين سنة خمسة وتلاتين سنة حقيقي خلفت مرة واحدة بس أنا خلفت مرة واحدة ابني الكبير بعد ست سرواة من 10 مالس أو بعدين وقفت ورفت للدكتور عملنا تحليل أنا وجوزي فالدكتور قال لنا أن ينحان المنو بتاعي زيون وقمش غير الحجم المجال وعملنا حجم المجالي ويبت ورد وقفت لي أربع سنين فبعديها كان متشحاجة يعني مش حكمل تاني طبيعي لو لا ما أعمل حجم المجالي تاني طيب يهي أي أسئلة تانية طيب يا أمو مصطفى شكراً يا دكتور شكراً 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 اه تفضل طيب عايزين نجوله مع مصطفى الأول مش مش تحمل غير بحقنا مجال ليه بقى يا دكتور الحيوان المنوي زيري لعنى المفروض الحيوان المنوي أقل عدد عشان نبدأ نتكلم في أن الحملة يحصل طبيعي طبعاً احنا مكلمش على الراجل السن المنوي بتاعه كل الدراسات 15 مليون ده أقل رقم ممكن يحصل فيه حدوس إنجاب طبيعي تمام تمام كده نسبة التشوهات ما تبقاش أكتر ما تبقاش أغلاء 100% احنا ممكن 99% تشوهات 1% سليم يحصل حمل طبيعي تمام عشان النقطة دي برضه مهمة وبتشغل الرجالك جداً يعني 15 مليون رقم رقم والتشوهات لو واحد بس لو 1% سليم 1% سليم يحصل حمل يحصل حمل طبيعي مفيش مشكلة طيب اللزوجة والحركة والحيوية لازم تعدي على الأقل من 45% أول ساعة وساعتين من 45% ل50% تمام حيوية وحق لزوجة السقل المنوي النقطة دي مهمة جداً طيب زيرو هيتأحمل ازاي يعني المصفح زيرو حقن مجهاري مش حقن مجهاري على طبيعي كمان حضرتك يا دكتور أحمد لازم تعمل حقن مجهاري مش الطبيعي كمان ده احنا بناخد عينا من الخص برافو عليك بالزبط كده مش بندي للرجل فرصة أنه يدينا عينا السقل منه وطبيعي فإجباري حقن مجهاري بالنسبة للتهابات يعني ممكن أنا أخد رقم تليفونها وأبقى أرد عليها في التليفون يعني بعد نوعا لازم وعدناها نوعا لازم معرفة تفاصيل كلا أكيد خط التليفون يا جماعة لأن فيه تفاصيل لازم أسألها عليها يعني عشان نعرف ندي عليك صحيح مظبوط إن شاء الله معنا برضو حد من سواج سعد الدين اتفضل سواج اتفضل يعني الحملة بيقعد قد إيه؟ يعني بمدة شهرين شهرين كيس حملة طبيعي وجوه جنين وجنين النبض فيه بيقف ولا كيس حملة فاضي ما بيكونش جوه جنين طيب تمام حضرتك علاج المدام إنها تاخد حقا تحت الجلد للسيولة أول ثلاث شهور في الحمل لغاية لما تبدأ الشهر الرابع طيب يا دكتور هل ليه علاقة مثلا بالفجولة عن السائل المنوى مثلا الساعد ضعيف هو الأساس موين؟ سعد الدين أساس سعد بصي أساس سعد حضرتك كرجل مسؤول عن تركيح البويضة بس بمجرد حدوث حمل حضرتك ما لكش أي دور في عمليات الإجهاد إلا إذا الإجهاد كان سببه تشوه جيني وتشوه الجيني ده يعني لإما جنين مشوه لإما كيس فاضي ما تكونش جوه جنين أصلا من الأساس إنما كيس تكون وجوه جنين والجنين بعيتيها النبض وقف أنت برى الموضوع شكرا لأستاذ سعد شكرا لحضرتك يا أستاذ سعد آية بقى آية والأستاذة اللي هي سألت برضو على اللي هي عملت عندها خراج على المبيض والكلام ده اللي أتنين الأول حلوهم لا الآية الأول بس ما هي آية زي الثاني هي الآية نفس الكلام إحنا قلنا أقم غير معلوم السبب خلاص نبدأ نفكر في آية مثلا إن نبدأ نعمل له حاجة اسمها تلقيح صناعي طيب ليه تلقيح صناعي؟ ويعني إيه تلقيح صناعي؟ أقم غير معلوم السبب إحنا قلنا مش عارفين إيه السبب اللي تنسوا لام بس بيعز الطب بسبب كده غريب شويتين حاجة اسمها أكسام مضادة بتتكون في المهبل يقوم السائل المنوي أولا ما يخش ده عدوه اللي يدود بمجرد ما يخش أبدأ هجمه مويته في مكانه كويس كده؟ طيب يبقى النقطة فين؟ في المهبل العطل فين؟ في الجزء بتاع المهبل لغاية الرحم تمام أيها الجزء بتاع عنق الرحم أيها الجزء بتاع المهبل اللي بيحصل فيه الإلاج بتاع العضو الزكر تمام والإنزال طيب الجزء ده إحنا عايزين نتخطاه عايزين نعمل بريدش عايزين نعمل كوبري نعمله إزاي؟ عن طريق عملية التلقيح الصناعي وده السبيل الأول بعد ما ننتهي من كل التفاصيل اللي قلنا عليها اللي إحنا إيه؟ إنها سليمة ناخد عينة من السائل المنوي بتاع الزوج ونحقينه إحنا شخصيا كأطباء جوه عنق الرحم جوه رحم الست يبقى إحنا عملنا بايباس عملنا كوبري في الحتة دي بعيدنا عنها نسبة النجاح التلقيح الصناعي من 10% إلى 15% نسبة ضعيفة مش جمد طيب يبقى دي الخطوة الأولينية اللي هتعملها آية تجرب فيها ناخد الصالة تانية ناخد شيماء من إنا السعيد ما شاء الله حبيبنا في سعيد مرتفع معنا على راسنا كلهم طبعا اتفضلي يا مادام شيماء مادام شيماء أنت معانا على هواتفضلي وحضرنا حضركم ضيبين وحديق بالصحة والسلامة اتفضلي لو سمحت يا دكتور أنا عندي سؤالين للدكتور بعد يزم السابق اتفضلي اتفضلي بطور معاك اتفضلي حضرتك يا دكتور أنا عندي 29 سنة والدي ثلاث مرات طبيعي لكن بالوقت نحمل المرة الرابعة فحطل لي سقوط في سنف البدن من الدرجة التانية تمام والدكتور حاليا حدد لي أن أنا عودة ثالثا ونشعار سعيد قرار صائف هو الأول سقوط رحمي بص يا مدام شمال أول هو سقوط سقف البدن حركت شخص إمتى؟ مش معقولة شخص وانت حامل شخص أنا لها أربع سنين حضرتك يعني وادة ابن أخي اتشخص نائم أنا كنت بكشف نتا طبيعي بالزبط كده أكيد وانت قبل ما تحملي أساسي طبعا طيب بالنسبة لسقوط سقف البدن من الدرجة التانية ما أثر عليك في العملية البول يعني ممكن يعني ربنا يعافينا وعافيكي وعاية في الناس كلها ممكن تعميل حماعة نفسك ممكن البول ما تتحكميش فيه هو حددتك أنا لو بعض لو كح لو بداع شوية كريع بينزل مني بسيط بسيط مش مهمة في الآخر بسيط أو مش بسيط بالآخر ممكن يبقى حاجة بتصرب بسيط طيب في حاجة مهمة تانية كمان يا مدام شايماء هل في مشكلة أو إعاقة في العلاقة الزوجية إن الدنيا بقت فيها ديء شديد من تحت لا طبيعية جدا طيب بص يا مدام شايماء هو السقوط سقف البدن إحنا بنبدأ نشتغل إن إحنا نقول نعمل عملية تصليح سقوط سقف البدن أو نولد قيساريا عشان ما نولدش طبيعي عشان الولادة الطبيعية هببوز الدنيا خالص لأن لازم تبعرف حضرتك إن سقوط سقف البدن سببه التلات مرات الطبيعي الحزق في الولادة الطبيعية وإنت بتولدي يعني هو ما جاش من الهوى هو جيب سبب الولادة الطبيعي تلات مرات ربنا خلق لك الأوطار ضعيفة شوية فعشان كده ما استحملتش التلات ولادات الطبيعي مع الحمل وامتلاء البطن وفترة الطلق والولادة حصل ارتخاء للأوطار دي وحصل سقوط سقف البدن طيب هل ده يعني إن إحنا بعد كده نقول القيصري آه في حالة واحدة لو إحنا وصلنا لمرحلة في سقوط سقف البدن إنها هتدخلنا في المرحلة التالتة والربعة ودي مرحلة شبه خطر شوية لإن إحنا بعد كده مش هنقرف نتحكم في البول نهائي هيبقى في جزء كبير من الرحم خارج برا المهبل ودي ساعتها نضطر لإما نعمل حاجة اسمها شبكة لإما حاجة اسمها واير لإما نعمل استقصال للرحم خالص فيبقى الأفضل الاختيار اللي الدكتور اللي قالك عليه ده مصبوط أولادي كايصري شكرا لاتصالك شكرا 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 دكتور عشان الوقت بيجري طيب هيا تعمل تريح سنوعي ما نجحش لازم تعمل منذار منذار رحم منذار منع البطن مش رحمي منذار من البطن نتفرج عن رحم من برا نشوف بقى بطنط الرحم المهاجرة اللي حضرتك قلت عليها لأن دي تشخصها 100% بالمنذار منذار البطن منذار البطن طبعا نحن نشوفه من برا بمهاجرة يعني برا الرحم نشوف المبيض اللي هي ماشية على منشطات ليه نعمله حاجة اسمها تسقيب للمبيض بالمنذار والتسقيب ده بنسحب أو بندوب التكايوسات اللي موجودة أو الدهون اللي موجودة على المبيض فنبدأ نقلل نسبة الدهون والتكايوسات دي فنبدأ حتى المنشط بدلا من نديب جراعات عالية نديب جراعات أقل والمبيض هستجيب كويس ويخرج البوايدة كويس مايعتلش نتفرج على الأنابيب من برا أخبارها إيه؟ لو فيها التساقات خارجية تمام بعد كده حقنا مجهري خلاص كده أياس تنفيذة السبل مدام اللي كانت بتتكلم برضو اللي هي ليه علاقة بالمبيض واللي عليك كان عندها خراج أو تمام برضو لازم تعمل منذار لأن المبيض من برا بعد ما عمل خراج الصديد اللي كان بيفرزه المبيض جوه الرحم وجوه الحوض آسف جوه الحوض والبطن ده أكبار هيكون عمل التساقات تمام أساسي فأساسي أثر على المبيض الأنبوبة الشمال وعلى المبيض الشمال فده ممكن يعمل تحديد للحركة بتاعته أو لميتيشن للحركة بتاعت المبيض وخروج البوايدة منه والأنبوبة نفسها ممكن يحصل فيها التساقات خارجية بسبب الصيد اللي انتشر فترة القراج ده في الحوض فده لازمها برضو ضروري قوي 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 ده بقى المهمة من ظر رحمي من ظر بطن ده مهمة جدا 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 لكن مش يكفي أنه عندها أنبوبة تانية شغالة يكفي بس إحنا شفناها بس جواها ما شفناش اللي بره أخبره إيه لأن اللي بره ده مهم لأن البوايدة بتخرج عن طريق الأهداب في المبيض وبعد كده الأهداب اللي ربنا خليها في المبيض دي بتروح زقها مدخلها جوا لإيه شفتها ومدخلها جوا الأنبوبة لو السكة دي فيها التساقات اللي هيخرج هيلزقها مش هيوصل طيب دكتور طيب ناخد إبراهيم من الشرقية ماشي ناخد تفضل الوجه البحري بدأ يشتغل هو ماشي قربنا شواء إبراهيم تفضل يا باشي تفضل أهلا بيك تفضل حقيق معنا على الهواء تفضل باشي تفضل الله يسلمك باشي دلوقتي باشي ماشي دلوقتي متدوز بالي حوالي سبع سنين تمام ممكن بس ممكن يا أستاذ إبراهيم بس تقفل لو سمحت يا أستاذ إبراهيم اسمعني يا أستاذ إبراهيم يا أستاذ إبراهيم شوية. حقيقة تقول بيتجاوز من سبع سنين ايه? انا بيتجاوز بان سبع سنين وروحت لدكاترة كتير اوي. تمام. اه. تمام. اتفضل. نعم. السوط قطع. حقيقة قلت انا بيتجاوز لها سبع سنين وروحت لدكاترة كتير اوي. ما سمعناش حاجة بعد كده. الاتصال قطع. حاولت اتصل بينا كان يا استيس ابراهيم لو تكرمت. اتفضل للدكتور. اه. فده احنا زي ما قلنا كده هو المنظر هو ده الحل. لا انا عايز اسأل سؤال برضو سريع عشان الوقت بيجري. فيه ناس بتعمل حق نمجالة او تلقى الصناعي في اول مرة وبعد كاي بيحملوه الطبيع. ايه اللي بيحصل بقى. مهم جدا الموضوع ده. شوف بقى حضرتك النقطة دي مهمة جدا. الست دي. والمعلومة دي انا قلتها. يعني في عشر تلاف برنامج في القناة. اه. الست كائن هرموني. مرتبط بالحالة النفسية جدا. جدا. ففيه واحدة تلاقيها مركزة او انها عايزة تحمل الدورة ما تجيش. تتأخر شهر. يعني لكده الحالة النفسية ممكن تؤثر على الهرمونية. جدا. جدا. وفيه واحدة بتتشخص اصلا غلط من الاول انها حقن مجهري وهي مش حقن مجهري. في الاساس ما ممكن ده جزء جير من التشخيص. بس الموضوع الهرموني ده مهم جدا. واحدة تلاقيها عندها امتحانات. تلاقيها الدورة نزلت لها دلوقتي. وهي مش معادها اصلا. واحدة اللي قدر الله حصرت مصيبة عندها في البيت. هوب نزل على دم ودورة. فرحها كمان كم شهر. قال انا ومتوترة. الدورة ما بتنزلش. طبع. فكائن هرموني. مودي. بيتغير عن طريق المود والطباعة. فالهرمون بتاع المبيض ده بيتأثر جدا بالكسة دي. طبع. حاجة تانية كمان بتأثر على الهرمون المبيض بقى. ودي بحنا برضو كنا رازل نقولها في الحاجات بتاعتنا. اه. التحليل اللي له علاقة بتأخر الانجاب والحمل غير الـ FSH ولل H والـ E2. هو هرمون الغودة الدرقية. وهرمون اسمه البرولاكتين. اه. هرمون اللبان. اه. هرمون اللبان. بالظهر. تمام. هرمون الغودة الدرقية ده ربنا خلقه مسؤول عن تنظيم الغودة اللي في الجسم كله. تمام. لو فيه خلل هيبوز المبيض. تمام. وهرمون اللبان ده هرمون ربنا خلقه عازل واقي طبيعي في فترة الرضاعة. الست ما بتحملش. تمام. انه منع للحمل. فلو عالي. بس فيه ناس بيحصلهم حمل لبعض الرضاعة. ليه بقى؟ لانه بيحصل اختلال في هرمون البرولاكتين ده او هرمون اللبان ده في فترة الرضاعة. تمام. والبي بيأكل ويشبع وينام. وساعات تلاقي البيبي بيكاينه بيشرب مية وعمالي عاية طول اليوم. فده بيختلف. عشان كده حتى الستات ممكن تنزل لها دورة في فترة الرضاعة. اللي هي سنة ونصف او سنتين. تنزل لها دورة شوية وشوية وتقطع. وتبقى لانه جدا وخايفة. عشان هي كده الدنيا مش مظبوطة. في حاجة مش مظبوطة. لازم اروح اكشف. لأ ما تكشفيش. هو ده الطبيعي. فرمون اللبن بيعلى ويوطى. بيعلى ويوطى. وده على حسب طبيعة الاكل والشرب والغزا. تمام. فده بيأثر طب. اولا دكتور حقيق بتقول انه انه ممكن واحدة تعمل تلقاح صناعي هو التشخيص اصلا مش صح. حقنا مجاري. حقنا مجاري. اه. امتى بقى امتى يعني نصيحة للسيدة بقى عشان احنا خلاص في حلقتنا بتخلص. امتى نقول لي الناس تحركوا. خلاص لازم نعمل تلقاح صناعي. ده خطوة اولانية وده بنسبة كبيرة جدا من الحقن المجاري اصلا بسبب الزوج. ماشي من 3 إلى 5 مليون اقل من 5 إلى 6 مليون خلاص. نبدأ نفكر في حقن المجاري. الزوجة عندها مشكلة كبيرة جدا لدرجة ان الانبوبتين مزدودين. مش هيحصل حملة طبيعي. لازم نعمل حقن مجاري. مش هيبقى في وسيلة غير ان نعمل حقن مجاري. ما فيش بوائضة هتوصل للسائل المنوي. الانبوبتين مزدودين. طيب. في زوجة بقى عندها سن كبير. حاجة اسمها AMH. اللي هو مغزون المبيض. مغزون المبيض في الجسم. اللي هو ربنا خلقه من 300 إلى 400 ألف بوائضة من يوم ما الستة تولدت. بدأ يقل. بدأ يقل لدرجة ان هو أقل من 2 من 10 أو 1 من 10. 3 من 10. ده خلاص كده الفرص بدأت تقل خالص. فيبقى الأفضل ما نفكرش في الطبيعي. خلينا نعمل حقن عشان نطلع بوائضة حلوة وسليمة عشان هي طلقة في المسدس نضربها. تيجي في النشانة. بالضبط. تيجي صح. تلحق. تلحق. بالضبط. وده الغالب بيحصل لوحدة عدة سن الـ 35 الجوزة تأخر وعدد سن الـ 35. لأن المغزون المبيض بيبدأ يقل أقل من كده. هو الطلقه الصناعي لأخره كم سنة للستة؟ الحقن المجهري. أو الحقن المجهري. لا بصوا الحقن المجهري ما فيش حاسمها أخره كم سنة. طالما احنا بنتكلم في نقطة الحقن المجهري زي ما قولنا كده. الشرط الأساسي مغزون المبيض. مغزون المبيض. بس. حتى لو كان سنة فوق الـ 40 سنة. عادي في ستة الأصم بيتجوزه 40 سنة وتليها في خلال 5 سنين جابت لها 3 عيال. ومغزون المبيض عندها طبيعي. وفي واحدة عندها 20 و22 سنة وتسعة وعشرين سنة وتمانية وعشرين سنة. وعندها حاجة اسمها بريماتيور أوفريام فيلير. عندها فشل مبكر. دكتور يعني الكلام محياك ممتع جدا. وانا مش متخايل ان الساعة عادت بالصراحة. الحمد لله. مكنتش متقايلة. هنكلم أن أسباب الإنجاب تاخد ساعة. لا ده أكثر من كده. لو استفادنا في كل نقطة هنوعد كثيرين. لا وبعدين حقيقك ما شاء الله برزين. والكلام ما حقيقك ممتع جدا. أنا شخصيا استفدت والله. وأكيد السادة المشاهدين. يعني طالما الناس بتتصل بالشكل. أكيد هم استفادوا. في نهاية حلقتنا بنشكرك وأستاذنا الدكتور محمد عطف عبد الحفيز. استشاري أمراض النساء والتوليد والعقم وجراحة المناظير. ونشكركم مشاهدين على حصن المتابعة. على وعد بلقاء جديد في حلقة قادمة إن شاء الله. متعكم الله جميعا بالصحة والعافية والستر. وأصعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير وفرح. وهذه تحياتي أحمد عبد الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة